يتسلط عليها رجل يهدمها حجراً حجراً فحافظ على القرآن اعملوا به اقرأوه ألموا أولادكم قبل أن يفوتوا ويخرجوا منكم قد اقتبت حكمة الله سبحانه وأن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات محددة ووكل حفرها إلى الذين استحفظوها من البشر كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحفاء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أما القرآن فقد أنزله الله جل وعلا هداية للعالمين إلى يوم القيامة وإذا عقيدت من إخواني أن التوراة كتاب اليهود التوراة منسوخ وأن كتاب النصارى أهل إنجيل منسوخ وأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد ويتبع شريعتهم من أهل النار وهم كفار أما القرآن قد أنزله الله جل وعلا هداية للعالمين إلى يوم القيامة ولذا ربنا سبحانه وتعالى تولى حفظه بنفسه ليس فيه تغيير وليس فيه تبديل لأنه قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يوجد أهدا من القرآن ولذا ربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وبهذا نعرف ضلال الرافضة ما بقال الرافضة يجعمون أن القرآن أن في القرآن ما ليس منه يقولون القرآن فيه كلام ليس من كلام الله ويقولون القرآن حذف منه شيء باقي منه شيء وأنه موجود مع المهدي سيأتي به كذب على الله وكذب على الأمة الإسلامية القرآن سيبقى حج على الناس إلى يوم القيامة وهو كامل كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج منه آية كله كما أنزل على رسول الله فهو الموجود في القرآن الكريم ولذا يبقى وسيبقى حجة على الناس إلى قرب يوم القيامة لماذا قلت إلى قرب يوم القيامة بعض من العلماء يقول إلى يوم القيامة لكن أنا قلت إلى قرب يوم القيامة لأن ما دام أن المسلمين متمسكين بالقرآن ويعملون به فإنه سيبقى أما إذا تركوا العمل به وخالفوه وهانوه ولم يعملوا به فإنه سيرفع ينامون ليلة ويصبحون لا يجدون في المصاحف شيئا ولا يجدون في صدورهم من القرآن شيء نسل الله العافية لماذا؟ لأنهم أهنوه مثل هذه الكعبة هذه الكعبة المشرفة ربنا سبحانه وتعالى حماها من أقوى قوة في ذلك الوقت لما جاء أصحاب الأراد أن يهدموها لكن إذا أهانوا أهانها الناس ولم يعملوا بطاعة الله فيها ولم يقتدوا برسول الله فيها فإنها سيتسلط عليها رجل يهدمها حجرا حجرا فحافظ على القرآن اعملوا به اقرأوه ألموا أولادكم قبل أن يفوتوا ويخرجوا منكم وكذلك هذه الكعبة المشرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر